في عام 1912 شرعت RMS Titanic وهي سفينة فاخرة ومن المفترض أنها غير قابلة للغرق في رحلتها الأولى من سوث هامبتون إنجلترا إلى مدينة نيويورك كان على متن السفينة ركاب من جميع مناحي الحياة بما في ذلك الثرية روز ديويت بوكاتير وخطيبها كال هوكلي وكذلك الفنان المفلس جاك داوسون ربح جاك تذكرته إلى تيتانيك في لعبة بوكر واستمر حظه عندما تقاطع مع روز وهي شابة جميلة ومفعمة بالحيوية كانت عالقة في اشتباك بلا حب مع كال المتحكم والمتغطرس على الرغم من خلفياتهما الاجتماعية المختلفة إلى حد كبير انجذب جاك وروز لبعضهما البعض وازدهرت فرصة لقائهما بسرعة وتحولت إلى قصة حب عاطفية أثناء إبحار السفينة عبر المحيط الأطلسي اكتشف جاك وروز وسائل الراحة الفخمة وشاركا أحلامهما وتطلعاتهما رقصوا معا في أرباع الدرجة الثالثة النعبضة بالحيوية بالسفينة وتناولوا العشاء مع ركاب الدرجة الأولى وحتى شاركوا لحظة رومانسية سرية على مقدمة السفينة ومع ذلك قوبل حبهم برفض من والدة روز وكال الذين كانا مصممين على إبقاء العشاق الصغار منفصلين وقعت المأساة عندما اصطدمت تيتانيك بجبل جليدي مما تسبب في غرق السفينة مع الذعر والفوضى تلا ذلك قاتل جاك وروز للبقاء معا والنجاة من الكارثة لقد أبحروا في السفينة التي غمرتها المياه بسرعة ونجوا بأعجوبة من الموت في مناسبات متعددة في النهاية ضحى جاك بنفسه لإنقاذ روز والتأكد من أنها وجدت مكانا على قارب نجاة أثناء بقائه في المياه المتجمدة بعد سنوات روت روز المسنة قصتها لمجموعة من الباحثين عن الكنوز بقيادة بروكلوفيت الذين كانوا يبحثون عن مأسة ثمينة تعرف باسم قلب المحيط عندما شاركت روز ذكرياتها عن تيتانيك وحبها لجاك كشفت أنها احتفظت بقلب المحيط طوال هذه السنوات في عمل أخير من التخلي ألقت القلادة التي لا تقدر بثمن في المحيط وأطلقت رمزا ماضيها والقيود المجتمعية التي أعاقت ظهرها ذات يوم قصة حب جاك وروز التي تدور أحداثها على خلفية غرق تيتانيك المأساوي تعد بمثابة تذكير قوي بقوة الروح البشرية وأهمية الحب وطبيعة الحياة العابرة النهاية